أعزائي المشاهدين من واصل دراستنا من رسالة الرسول بولوس إلى أهل أفسوس من أفسوس القديمة وحديث في هذه الحلقة عن رسالة للأزواج قبل ما أبتدي بالكلام أنا موجود في مكان كتير كتير مهم وبعتبره شرف وامتياز لي شخصيا في كنيسة القديسة مريم العضراء البازيليكا الكبيرة بنيت في القرن السادس ميلادي وهذه الكنيسة بنيت بعد قرار مجمع أفسوس يعني اللي تحدث عن أهمية مريم العضراء هذه الكنيسة الضخمة طبعا اللي بتشوفوا أثراتها هدمت بسبب زلزال كبير حدث في هذا المكان تستطيع أن ترى الأعمدة الرخام والأصوار وتستطيع أن ترى من بعيد طبعا جرن الغسلات ومكان الهيكل مكان اللي كان بيقف في الكاهن حتى يقود الشعب هذه الكنيسة طبعا تكريم للقديسة مريم العضراء لأنه التقليد بيقول أنه يحنى الرسول جاء وعاش في آسيا الصغرى وبمدينة أفسوس وكانت مريم تسافر مع الرسول يحنى وأيضا اكتشفوا بيت مريم في الجبال بيت من حجر صغير هذه المنطقة شهدت أحداث كثيرة طبعا قديما أيام الرومان كانت تظهر عظمة روما إذ كانت مدينة تجارية مدنية سياسية سياحية دينية كان فيها معبد أرطميس وكانت تعتبر خزنة آسيا وبوابة آسيا بسبب الميناء الكبير كان يأتون من كل أنحاء العالم إلى هذه البلدة بتشوف مصارح بتشوف هياكل بتعبر عن عظمة روما إلى هذه المدينة جاء بولوس الرسول وخدم ثلاث سنين وأيضا جاء بعده تيموثاوس تلميذه وأيضا الرسول يحنى خدم في هذه المنطقة والقديسة مريم العذراء فمجرد وقوف في هذا المكان بتسمع أنفاس الأنبياء والرسل اللي تكلموا في هذه المنطقة تسمع صدى الرسل والكنيسة الأولى اللي انتشرت في آسيا الصغرى وأيضا الاضطهاد الشديد اللي حدث في هذه المنطقة لكن كانت سبب بركة بنمو وتقدم المسيحية حتى وصلت إلى كل العالم القديم من هذه المنطقة خدم يحنى وفي أيام الإمبراطور دومشيان أخذ للسبي في جزيرة باطموس مش معيدة عن هذا المكان ورجع بعد موت دومشيان واستمر بالخدمة في هذا المكان أحبائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير من واصل دراستنا عن رسالة للأزواج من كنيسة القديسة مريم العدراء البازيلكة الكبير وإحنا في تشابل صغير في مكان المعموديات مثل ما شايفين أمامي جرن كبير للمعمودية كانت الناس تؤمن بالرب يسوع المسيح كمخلص لحياتهم من الأمم الوثنيين ومن اليهود وبعلامي طبعا خارجية عن عمل عميق في الداخل كانوا يأتون لكي يعتمدوا ويغتصوا في هذا المكان يقول دفننا معه في المعمودية لنسلك بالحياة الجديدة هذه الرسالة هي للأزواج يبتدأ الرسول بولوس هذه الكلمات أيتها النساء اخضعنا لرجالكنا كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة يستمر قائلا ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء لاحظ هذه الكلمات إنها وصية بطالب الخضوع كما للرب هذا طبعا كما للرب يعتبر المفتاح في هذه الآية ربوبية المسيح لأن الرجل هو رأس المرأة كما يقول الكتاب رأس وليس ديكتاتور ولاحظ معي إن هذا الخضوع هو خضوع اختياري شيء تاني هذا الخضوع كما للرب يعني خضوع للرب والخضوع أحبائي يعني هو أن تسلم نفسها بالإرادة أو سلطة شخص آخر باختيارها وبمحبة أيضا الخضوع هو تعبير عن سلوك عميق عن توجه عن دافع عميق عن رغبة وعن محبة وطاعة في القلب والكيان أيضا ولاحظ الكلام يقول اخضعنا لرجال كنا ولم يقل هذه الوصية للرجال أيها الرجال أخضعنا نساء كنا فهنا الرسول بالوحي بيتكلم مع النساء كشيء اختياري بمحبة أن يخضعوا للأزواج الخضوع لزوجها ليس لاحظ كمان ليس لزوج آخر أو أي رجل آخر فالمرأة تخضع فقط لرجلها أو زوجها وهذا الخضوع خضوع لإرادة الرب وأيضا هذا الخضوع بيتكلم عن الزوج الزوج ينبغي أن يكون مسيحي وأن يكون مؤمن إذا الزوج طلب خضوع وبيقود زوجته إلى أمر خاطئ فعلى المرأة أن ترفض هذا الشيء ولا تخضع في هذا الأمر فيوجد قوانين للخضوع هذا الخضوع كما للرب لإرادة الرب وهذا تعليم كثير كثير مهم حتى يكون في انسجام في الأسرة وهذا الدور مهم أيضا حتى يكون تناغم في الحياة الزوجية وهي إرادة الله إخوتي وأخواتي ابقى معي سأكمل حديث بعد هذا الفاصل القصير أمين لم تتحدث عن الجرس أمين في جهازرين أمين فيديك أحيان أمين مكلمنسرين أمين تعانين أمين تعانين وخرى صحب الأمين وتقل في المنجلة وأمين نتحدث عن أباني أسنطن نقول سيد плюс أباني وأعني هناك حدث إذا كان يمكن أن يقوم برسالة للأزواج يمكن أن يقوم برسالة للرسالة لأزواج كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها المسيح أحب الكنيسة إلى درجة ضحى بنفسه من أجل الكنيسة لأنه مكتوب ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه ثم يستمر الرسول بولوس قائلا من يحب امرأته يحب نفسه فالزواج أحبائي مؤسسة إلهية وهون يتكلم عن احتياج طبعا في احتياجات عديدة في الزواج احتياج عاطف مثلا يقول كتاب ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره في سفر التكوين أيضا اجتماعي الرب قال لهذا الزواج أن يثمر ويتكاثر في الأرض ثم في هدف روحي لهذا الزواج يتكلم عن خضوع ويتكلم أيضا عن محبة هذه المحبة محبة عميقة جدا كما أن المسيح أسلم نفسه لأجل الكنيسة هكذا المحبة فالمحبة تكون مضحية أن يضع نفسه من أجل زوجته وهذا أمر عظيم جدا لأن المحبة قوية كالموت وهذه المحبة أحبائي هي محبة مقدسة وهي محبة مرضية أيضا يعني بعيش حتى يكون يرضي ويكون فيه اكتفاء بين الزوج وبين الزوجة أيضا تعرفوا أحبائي من بداية سفر التكوين الله يتكلم بكل وضوح عن الغرض من هذا الزواج رجل واحد امرأة واحدة يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته فيكون الاثنان جسدا واحدا والرب يسوع المسيح أكد على هذا الموضوع أيضا في الإنجيل المقدس وأيضا الكاتب إلى العبرانيين يكتب يقول الزواج يكون فليكن مكرما عند الجميع يعني الجميع يكرم يشرف هذا الزواج المبارك ليش أحبائي عدة أسباب لأن الله هو الذي أسس الزواج في سفر التكوين كانت مبادرة إلهية الله اللي شاف قال ليس جيد أن يكون آدم وحده فالله هو المهندس هو الأركتكت اللي برمج اللي خطط اللي هندس لهذا الزواج من أجل هذا في أهمية لهذا الزواج هي مؤسسة إلهية السبب الثاني أحبائي الزواج هو عهد وليس عقد كما يقول ملاخي النبي هذا العهد الاثنين بيتحدوا في شخص المسيح الاثنين بيكونوا واحد لا يستطيع أن يكسر هذا العهد ما جمعه الله لا يفرقه إنسان والسبب الثالث أحبائي إحنا ذكرنا عن القديسة مريم في هذه البازيلكة العظيمة تذكر أنها كانت في بلدي في قانا الجليل في عرص قانا الجليل بزيارة يسوع وزيارة القديسة مريم العذراء كان في بركة لهذا الزواج فالمسيح كرم هذا الزواج وبارك وقدس هذا الزواج بحضوره هو وأمه القديسة مريم العذراء من أجل هذا يقول الكتاب أن الزواج مقدس والمطجع غير نجس والسبب الأخير بالرسول بيحطه في نفس الرسالة بيتكلم عن السر العظيم هذا السر العظيم من نحو الكنيسة عن اتحاد المسيح اتحاد كامل في كنيسته في عروسته وهكذا هذا نفس الاتحاد بين الرجل والمرأة فهذا سر وعلامة عميقة جدا لعمل إله عظيم لذلك أحبائي لما نقدم على موضوع الزواج ينبغي أن يكون بتريث وبإكرام وبإرادة الرب وبحسب شريعة الرب وندرك أن الله القدس أبارك هذا الزواج نصيحتي للأزواج سواء رجل أو امرأة يقول خاضعين بعضكم لبعض بخوف الرب تكرموا بعضكم البعض وتحبوا بعضكم البعض ورب من هذا المكان بصلي من كنيست مريم أنه ربي قدس زواجكو ويبارك زواجكو إذا فيه فشل في هذا الزواج الرب يصنع شفاء لحياتكو في اسم الرب يسوع المسيح موسيقى 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 وفي هذه الحلقة راح أتكلم عن إرشادات للوالدين للآباء والأبناء أيضا بحسب كلمة الله في رسالة بولوس إلى أهل أفسوس الإصحاح السادس أنا أدعوك لتشاهد هذه الحلقة أنا موجود في أعلى نقطة من جزيرة بطموس بجانب دير شهير جدا بسموا دير مار إلياس أو القديس النبي إلي ورح نتكلم عن الآباء والأبناء في هذه الحلقة من هذه الجزيرة ابقوا معي سأواصل لحديثه بعد هذا الفاصل القصير من واصل درستنا في هذه الحلقة عن إرشادات للوالدين للآباء والأمهات طبعا والأولاد وهون الرسول بولوس اللي بيتكلم لكنيسة أفسوس أنا موجود في أعلى نقطة من جزيرة بطموس هذه الجزيرة الحجرية دائما فيها هواء شديد هي جزيرة مش كبيرة صغيرة قطرها 34 كيلو لكن أنا في أعلى نقطة وعادة بحسب الروم الأرتودوكسي بيبنوا كنايس في أعلى نقطة تكريما للنبي إليا وتكريما لصعوده حي بمركبة نارية إلى السماء من ناحية أخرى تستطيع أن ترى دير القديس يحنى يحنى جاء إلى جزيرة بطموس وبالواقع شهرة بطموس بسبب مجيء يحنى الناس بتيجي من أجل السياحة المسيحية أو تزور الأماكن المقدسة وأيضا في سياحة أخرى لأنها تكثر بالشواطئ الجميلة في هذا المكان هذا الدير يعتبر قلعة بناء خريستوتولوس في سنة 1888 تكريما مثل ما ذكرت للقديس يحنى اللي جاء وشرف بزيارته هذه الجزيرة وأيضا عاش في مغارة في مغارة قريبة هناك سموها مغارة القديس يحنى اللي أخذ منها الإعلانات وطبعا اللي منه اليوم إحنا مندرس أو معظم الناس بتدرس سفر الرؤية اللي بيتكلم عن نبوات آخر الأيام والمجيء الثاني يحنى جاء بسبب اضطهاد شديد حدث في آسيا الصغرى بزمن الإمبراطور دومشيان واضطر إنه ييجي للمنفى كأسير وكان في هذا المكان لمدة 18 شهر لكن الرب أعطى الإعلانات أن يكتب سفر الرؤية وأيضا كان يبشر في هذه الجزيرة البحارة والناس اللي كانت تيجي إلى هذا المكان منشعر بقدسية هذا المكان ومنحس بصدى الأنبياء بل نفسهم في هذا المكان وهذا بيعطي شرف وامتهاز أن أكون موجود في هذا المكان القانون الروماني أخوة الأحباء بيعطي سلطان مطلق للآب على أسرته حتى يقال إذا الوالد أو الأم خلف الطفل إذا الأب رفعه لفوق معناته بيكون راض عليه بيكون ابن لإله وإذا دار وجه إلى الجهة الأخرى هذا الولد ممكن يباع أو الطفل يباع كعبد أو ممكن في بعض الأحيان ممكن يقتل فخلينا نتخيل الخلفية اللي بيتكلم فيها الرسول بولوس لأفيسوس طبعا بيتكلم بإرشادات لأنه كان في مجتمعات وثانية في أفيسوس الأمم وفي مجتمعات من خلفية يهودية والطرفين الفكرة بموضوع الأطفال والأولاد كان يعتبر شيء ناقص في المجتمعات قديما لكن بيتكلم حتى يرفع المستوى ويظهر إرادة الله وخطة الله تجاه العيلي مكتوب إن لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناءون بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت ولازم البيت يكون مبني على أساس متين على صخر الدهور الرب يسوع المسيح بيبتدي هذه الإرشادات للأولاد طبعا ليه؟ لأنه تذكر معي أنه اجتماع العبادة يوم الأحد كانت تحضروا كل العائلة الأب والأم والأولاد بيحضروا وكانت تقرأ هذه الرسائل على العائلة طبعا فالرسالة كان بيسمعها الأولاد وكان بيعطي طبعا نصايح للأولاد اليوم أحبائي في المجتمع احنا جربنا كل الوسائل وكل الطرق واليوم بيدفعوا مليارات من الدولارات على الثقافة والتشريع أنا أقول نحتاج إلى تجديد بيوتنا ونحتاج أن نرجع إلى كلمة الله أن نرجع إلى الكتاب المقدس فهو دستور حياتنا وهو الخارطة والبوصلة اللي بتقودنا واللي بتوصلنا للهدف طبعا الكتاب يتكلم للأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء فالطاعة حق والطاعة هي نظام الطبيعة مؤسسة الله والطاعة كما يقول الكتاب إنها وصية الوصية الخامسة أكرم أباك وأمك لكي يكون لك خير ويطيل أيامك على الأرض فاتخيل أهمية هذا الموضوع بيتكلم عن احترام عن خوف الوالدين عن المحبة وعن الاهتمام لأن الطاعة أحباء بتجلب البركة الطاعة لأنه بكل بساطة هم الوالدين ولأن الطاعة هو أمر إلهي ولاحظ سبب آخر مش بس بتجلب البركة إن يكون إلك خير لكن تطيل أيامك على الأرض يعني كتير لعنات بتحلف البيوت وعمر الإنسان بيكون قصير بسبب العسيان، بسبب التمرد، بسبب اللا أخلاقيات بسبب المجتمع اللي بيشجع على العسيان في هذه الأيام فالكتاب واضح أكرم أباك وأمك عشان تحل عليك البركة عشان الرب يطيل أيامك على الأرض سأواصل حديثي للأباء بعد هذا الفاصل موسيقى The apostle John was imprisoned on the island of Patmos which is right in the middle of the Aegean off the coast of course of Ephesus because of the second great Roman persecution under the emperor Domitian he was in charge from 81 to 96 AD and he was the ignoble he was the bad egg in the Flavian family Vespasian himself did not persecute the church neither did his famous and much loved son Titus neither of them persecuted the church but it was Titus's brother whose name was Domitian who inaugurated the second persecution of the church and interestingly enough Eusebius tells us that Christianity was climbing the social ladder in Rome so that indeed the cousin of the emperor himself had turned Christian and his wife Domitilla gave indeed the first great catacombs to the church as a burial area the catacombs of Domitilla is visited by pilgrims to the present day where the cornerstone in the catacomb itself says that the relationship to Vespasian so interestingly enough the faith was growing rapidly in Rome it was not limited only to the laborers and to the lower class and the slaves no, it was reaching up to the top of the imperial register itself at that time and so as a result John had to escape for his life I'm not sure he was running away I'm sure he was probably dragooned into it by his followers and went to the island of Patmos and here he wrote the book of Revelation the message يستمر الرسول قائلاً وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب طبعاً تأديب الرب بمخافته وإنذاره أيضاً التأديب بيتكلم هون بالمحبة التأديب بالحق وليس بالغضب قد بابنك مكتوب لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا لألا يفشلوا هاي الآية كتبها إلى كنيسة كولوسي فإذا الرسول بيتكلم عن شيء يعني متعارف عليه في الثقافة في تلك الأيام إنه عن اهتمام الأباء بالأولاد وللأسف خلينا أقول اليوم إحنا عايشين في هوملس جينريشن في جيل يفتقر إلى الأبوة وإلى الأمومة أيضاً بتذكر نبوة النبي إليا وإحنا قاربين من كنيسته في رسالته إلى في رسالة إلى ملاخي مكتوب في آخر الأيام قبل مجيء الرب العظيم يرد قلوب الأباء على الأبناء والأبناء على الأباء لقلقاتي وأضرب الأرض بلعنة بتعرف حبائي واحدة من اللعنات اللي موجودة اليوم هو العسيان والتمرد الوالدين مش موجودين في البيت والأولاد عم بيتمردوا عم بيعصوا مش عم بيمشوا على النظام الإلهي كما تقول كلمة الرب تقدب ابنك بمخافة الرب كما أنك أنت بتخاف الرب وبتكرم الرب بنفس المثال بنفس الطريقة أدب ابنك وخلينا أقول بعض الأمور يعني التقديم لازم يكون بالمحبة لازم يلمسوا هذه المحبة محبة الأبوة ومحبة الأب واليوم كثير من أولاد وبنات بيبحثوا عن محبة أخرى خارج جدران البيت للأسف فإذا في نقص في المحبة في البيت فالأولاد رح يبحثوا عن محبة أخرى بعدين الأولاد بيدوروا على الحق على فكرة وبيدوروا على مثال صالح إذا أنت ما كنت المثال رح يشوفوا رياضي ممثل أي شخص آخر اللي ممكن يصبح مثل لحياتهم لأجل هذا كون متواجد في البيت خليك متواصل التواصل مع الأولاد أهم شيء في هذه الأيام الحيوم يعني فيه بركة ونعمة الرب أعطاني إياها في هذا الجيل اللي هو السمارتفونز التواصل الزكي أو الهواتف الزكية لكن من ناحية أخرى عم نشوف عم بتوحد الأولاد بشكل منفرد بدلا ما يكون فيه تواصل في العائلة فتواصل مع أولادك اسأل عنهم تكلم معهم شوف شو أحوالهم دايماً اتكلم قل الحق ما تميز وعلى فكرة ما يكون فيه تفضيل بين ولد أو ولد بنت أو ولد أو شخص ناجح أو فاشل كون عادل كون منصف دايماً حافظ على وعودك كون دايماً مثال صالح لأولادك تعرفوا الأباء خلينا أقر طبعاً يحتاجون إلى حكمة الروح القدس وإلى نعمة الله طبعاً شارك المحبة والتشجيع مع أولادك يسوع المسيح هو مثالنا القديسة مريم ويوسف ربه يسوع مثل ما بيقول الكتاب كان ينمو جسدياً عقلياً روحياً واجتماعياً أيضاً في أمثلة أخرى في الكتاب أولاد عالي الكاهن في القديم جلبوا العار والدمار والخسارة يعني خسروا الحرب وتبوت العهد أي حضور الله إسحاق كان بفضل عيسو وزوجة إسحاق كانت بتفضل يعقوب فجلب مشاكل أنا بدعوك اليوم أنك تكون بيت مسيحي تقول في هذه اللحظة أما أنا وبيتي فنعبد الرب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك بصلي من كل قلبي من جزيرة بطمس لكل مشاهد لكل مستمع أنه رب يصنع معجز اليوم في حياتك وأنه بيتك يكون بيت مسيحي مبني على الصخر على شخص الرب يسوع المسيح على فكرة نحب نتواصل معك اتصل بنا أو اكتب لنا إلى اللقاء